مرحبا بكم مشاهدين الكرام حينما قاتل الحوثيون أصحاب دماج كانت تهم القاعدة والمقاتلين الأجانب حاضرة في خطابها التخويني وحينما اجتاحوا صنعاء بميليشياتهم ألصقوا على كل من قاومهم تهمة الدعشنة والداعشية وبعد انطلاق عاصفة الحزم تغيرت التهمة فصار كل معارض لهم يوصم بمؤيد العدوان لكن مع توقف الحرب وإعلان الهدنة باتت هذه التهمة ممجوجة ومفضوحة شعبيا مما حدا بالميليشيات الحوثية للبحث عن تهمة جديدة محدثة فلم تجد غير الجاسوسية لإسرائيل وأمريكا وعلى وقع هذه التهم الملفقة والمعلبة والجاهزة اختطفت الميليشيات الحوثية آلاف اليمنيين في مناطق سيطرتها ونهبت ممتلكاتهم واستباحت حقوقهم في محاولة منها للنيل من خصومها وإرهاب من خلفهم من أبناء الشعب في عموم مناطق سيطرتها فهل بات الشعب اليمني يدرك كذب وزور التهم الملفقة بالمواطنين أكثر من أي وقت مضى؟ وكيف تصطنع الميليشيات الحوثية التهمة وتعلبها لتناسب كل مرحلة من معرحل حربها الإجرامية ضد اليمنيين؟ وكيف استحبت تلك التهم الملفقة واصطنعتها واجعلتها مكشوفة وأصبحت مكشوفة ومفضوحة لعموم اليمنيين؟ الداعشية والجاسوسية والنفاق والعمالة وغيرها من التهم الحوثية الجاكزة ضد الخصوم موضوع حديثنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل وطن أناقش هذا الموضوع مع المحامية زعفران زايد مستشارة وزارة حقوق الإنسان ورئيس مؤسسة تمكين المرأة اليمنية محامية زعفران أهلا وسهلا بك تحية تحية طيبة لك محامية زعفران ومرحبا بك وذلك بكل من سينضم إلينا عبر الهاتف للمشاركة في هذا الحوار لكن قبل أن نبدأ مشاهدين الكرام دعونا نتابع أولا هذا التقرير بدون حياة أخرج الحوثي الأكاديمي والخبير التربوي الدكتور محمد المخلافي ليعترف أنه من كتب في المناهج أن المطر يسقط من السماء وبعيدا عن الإضافات التي أرغم الدكتور المخلافي على قولها أمام القمرات بعد شهور من الاختطاف والتغييب والتعذيب تبقى الحقيقة أن ما يقوم الحوثيون ببثه بوصفه اعترافات لما يسمونها خلايا تجسس وعملاء يأتي محتواها إدانة لميليشيا الإرهاب والغباء ميليشيا الغباء التي تصر على استغباء اليمنيين فتلقي التهم الجاهزة على من يعارض مسيرتها المرتمية في حضن طهران أو ينتصر للحرية وكرامة الإنسان فالتربوي الذي يرفض تجريفهم للمناهج لتغدو نسخة من المنهج الخميني جاسوس أمريكي والحر الذي يواجه مخطط استعباد الشعب لمشروع سلالي عميل مرتزق داعشي إرهابي والتاجر الذي يرفض أن يسلمهم شركاته وأمواله تلفق له تهمة يكون حكمها الميليشيوي الجاهز مصادرة الأموال وصولا للإعدام تهم معلبة تختار الميليشيا منها ما تشاء ثم ترغم على الاعتراف بها تحت سياط التعذيب الأبرياء لتسوقهم بعدها نحو مسيرة هزلية تسميها محاكمات يقرأ خلالها ببغاوات على المنصات أوامر الإعدام كما كتبها عملاء إيران مشاهد يشاهد حقائقها الجميع حيث العميل المكشوف الذي يعلم بعملاته وتبعيته لإيران اليمنيون يتهم اليمنيين أنهم عملاء سريون والإرهابي الملطخة يداه بالدماء مئات آلاف الأبرياء يتهم اليمنيين أنهم إرهابيون فيما المجتمع الدولي الذي يشاهد ذلك لا يكتفي بأن يكون شاهداً بل يتحول بطريقة أو أخرى إلى مشارك ولا خلاصة لليمنيين إلا بأيد اليمنيين شكراً للزملاء الذين أعدوا لنا هذا التقرير وأجدد الترحيب بكم مشاهدين الكرام وبضيفتي هنا في الستوديو المحامية زعفران زايد مستشارة وزارة حقوق الإنسان ورئيس مؤسسة تمكين المرأة اليمنية أستاذ محامية زعفران أهلاً وسهلاً بك مرة أخرى نلاحظ كيف أن الميليشية تتفنن في اصطناع التهم وإلصاقها بكل من تريد من اليمنيين سواء عارضها أو لم يعارضها ما الذي يمكن قوله في البداية حول هذا القصوص؟ شكراً جزيلاً في البداية يجب أن نعي تماماً وأعتقد أن الشعب اليمني أصبح واعي لهذا الشيء بأننا نتعامل مع جماعة طائفية تتكلم بمنطق الموت بمنطق التخوين للآخر بالنسبة لهم جميع اليمنيين متهمين إلى أن يثبتوا ولاءهم العقائدي وهناك ممن أثبت ولاءه العقائدي وشاركهم في كثير من معاركهم ولكن أيضاً ما تزال أيضاً تشك في هذه الجماعة نعم إلى أن يكون كأنها جماعة عرقية أيضاً لا تكتفي فقط بأن تكون طائفية لذلك من الطبيعي جداً أن تكون التهم مغلفة وجاهزة لتبررها كل هذا القتل هي هذه الجماعة لأنها ترتكب أيضاً جرائم مركبة جرائم متنوعة طالة المنازل طالة الأعراض طالة الأموال الوطن برمته يجب أن يكون هناك مبرر ومسوغ للمقاتلين هؤلاء المقاتلين طبعاً يتلقون ما يسموها بالدورة التثقيفية هي عبارة عن توجيهات إيرانية بالدرجة الأولى تعليمات جديدة لتحديث الخطط وتحديث اللغة التي سيخاطب بها هؤلاء المقاتلين لأنه بين الفترة والأخرى تخفت المعنويات وتبدأ أيضاً تتعرى هذه الميليشيات حتى عند هؤلاء الذين يقاتلوا في صفوفها لذلك تأتي في كل مرحلة باتهامات جديدة ربما أنتم نسيتم أيضاً نقطة واحدة في مرحلة من المراحل كانت تتهم أيضاً النساء بتهم الشرف يعني كانت هناك تهم للأسف وهي تعمدت أن تختار هذا النوع من التهم في حق النساء وإلصاقها في حق النساء لكي أيضاً يفقدنا النساء تعاطف المجتمعي حول قضاياها وقز من الإرهاب أيضاً الذي يمارس تجاه كل من ستتكلم أو ستنتقد أو ربما تخرج للشارع لمطالبة ولعلنا أيضاً نوطي مساحة لهذه النقطة في ثنايا حديثنا لكن قبل أن أيضاً نشرع في المراحل التي طورت من خلالها الميليشية تهمها وبدأت تحدثها مع كل مرحلة عندما تصطنع الميليشية الحوثية هذه التهم هل هي تغسل بها عقول أطباعها أم ترهب بها خصومها أم تصنع أيضاً رهبة في أوساط المجتمع أم كل ذلك مع بعض ما رأيك؟ هو تقريباً كل هذه الأمور مختلطة مع بعضها تصب يعني في هدف واحد بالنسبة للعوتين ولكن دعنا أولاً نعرف الأساليب والطرق التي تستخدمها من أجل إلصاق مثل هذه التهم أولاً استخدمت إلى جانب طبعاً المحاضرات والدورات التي تسميها دورات تثقيفية وهي دورات طائفية عقائدية استخباراتية تعليمات كما قلت أيضاً هناك للأسف استخدمت المناهج أدخلت في المناهج كم كبير من العبارات والقصص التاريخية التي تسميها قصص تاريخية وهي قصص تهدف من خلالها إلى أولاً تقديس الجماعة حتى أن أي مساس بهذه الجماعة أو بقيادة الجماعة سيكون يعني كأنه مساس بالدين إضفاء القدسية على هذه الجماعة أيضاً لو لاحظتم يعني المناهج خصوصاً ما يتعلق بالتربية الإسلامية أو القرآن الكريم تفسير جميع آيات النفاق أو الكفر التكفير والنفاق ألسقتها بمن يعارضهم أو من لا يؤمن بهذه الأفكار مثلاً على سبيل المثال يا عيال تمسنا يعني آثار هذه التعبئة على بعض العائدين من الجبهات عندما كانوا يعتدوا أصلاً على أقرب الناس في أسرهم يعني في منازلهم وشاهدنا قتل الأقارب نعم قتل الأقارب أباء أمهات من من حاولوا أصلاً أن يعيدوهم إلى الصواب أو حتى يعني اختلفوا معهم في جوئية من الجوئية فاعتبر هؤلاء العائدين من هذه الدورات اعتبروا أن هذا المساس كأنه يمس بمن يسمونه القرآن الناطق بقدسية الزهر الوحي المتصل يعني كليم الله يعني هناك عبارات كثيرة يعني يطلقون على أنفسهم لمنح هذه القداسة فأي خروج عن هذه التعليمات سيعتبر أصلاً كأنه خروج عن الدين هنا هذا أول مبرر المبرر الثاني هو مسألة العدوان والدفاع عن الوطن وما إلى ذلك يعني وهنا استطاعت أن تجند القبائل غير العقائديين بمسمى الدفاع عن الوطن نعم في معركة ما يسمونه الدفاع عن الوطن ومن قامت أصلاً بتجنيدهم وزجبهم في هذه المعارك الطويلة كانوا يقاتلوا أبناء مارب قاتلوا أبناء تعز قاتلوا أبناء عدن قاتلوا في جميع المحافظات يعني هم يقتلون أبناء اليمن يعني هناك ضحايا الألغام هناك ضحايا قنص مباشر يعني تخيل أن يكون هناك قناصة يقتلون النساء وأطفال هذا قبل ما يتدخل حتى التحالف نعم قبل ما يكون ما يسمونه العدوان قبل وبعد يعني هذه عقيدة يعني هناك عقيدة وهناك قتال لأبناء الوطن نفسه يعني تخيل هذه الأدمغة كيف غسلت لدرجة أنه عندما يعود يعني كأنه منتصر أنه قتل عدد كذا من أبناء تعز من التعزيين أو عدد كذا يعني أين أنت تقاتل يعني ما هو المبرر يعني تدافع عن اليمن كما تسميه يعني أنه يدافع عن اليمن بأن تقتل أصحاب الأرض أن تذهب أنت ابن محافظة صنعاء أو محافظة ضمر أن تذهب لتقتل ابن مأرب في عقر داره هل هذا هو الدفاع عن الوطن يعني هذه العقول المغسولة يعني تماما نتمنى أن يعني طبعا سيكون أمامنا طبعا مهام صعبة جدا لإعادة النسيج الاجتماعي لتصحيح المفاهيم لإعادة الناس إلى يعني جزئية بسيطة حتى من عقولهم يعني كأنه يعني ما مورسي أصلا في حق الشعب من تضليل وتجهيل يحتاج لسنوات كثيرة من العمل طبعا دعينا محاميه زعفران نستعرض مسيرة الكذب والدجل والتلفيق الحوثية التي اصطنعتها بما يتناسب مع كل مرحلة لإرهاب الخصوم أو النيل منهم عندما تحرك الحوثيون لن ندخل كيف كانت تحركاتهم من قبل تحت شعار أنهم مظلومون ويدافعون عن أنفسهم عندما كانوا يعتدون على الدولة لكن نبدأ من رحلتهم واعتدائهم وتحركهم العسكري ضد أبناء دماج ما هي التهمة التي كانت تلفق على الدارسين والعاملين والساكين هناك وكيف كان يحاول الحوثي أن يصنع منها مبررا لارتكاب جرائمه طبعا نحن نعرف أن دماج يعني كي يتضح الصورة لكثير من من يسمع الآن يعني ربما هم غابوا في مرحلة معينة لأنه تعرف الحوثي استطاع أن يقصل أدمغة أطفال جيل كامل يعني لم يعود يعرفوا شيء لنعشر سنوات من هذه الحادثات نعم فدماج طبعا كان هناك كثير من الطلاب القادمين يعني الحفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية وتفسير القرآن الكريم وما إلى ذلك من هؤلاء من أتوا أصلا من دول مثلها مثل الآن حضر موت مثل بقية الدول مثل دول العالم كله لطلب العلم لطلب العلم نعم فهؤلاء كانت بالنسبة لهم الحوثيين كانت كأنها سلاح أو بالمعنى الأصح فرصة استخدامها كالحديث عن عناصر أجنبية وما إلى ذلك والهدف الحقيقي كان طائفي ومذهبي طبعا مواجهة مذهب مختلف لعلكم أيضا لاحظتم التغريدة الأخيرة للخميني يعني هي تغريدة طائفية تدعو إلى القتل إلى ما لا نهاية باسم الحسين ويزيد نعم باسم المظلمة أنت ربما أشرت إلى نقطة مهمة وهذه أيضا من النقاط التي من المفترض أن يعرج عليها الجميع مسألة دخولهم مثلا في مؤتمر الحوار الوطني ووجودهم في مؤتمر الحوار الوطني هذه كانت أصلا أكبر كارثة ليس دخولهم فقط وإنما حملهم لملف اسمه ملف مظلمة صعدة يعني هم من ارتكبوا أصلا المجازر والانتهاكات داخل صعدة وهم يعني من حملوا المظلمة أبناء صعدة يعني في داخل مؤتمر الحوار نعم أبناء صعدة شردوا قتلوا هجروا أخفوا قسرا في سجونهم يعني من 2004 لا أتحدث عن 2014 2004 تم تهجير أيضا أبناء دماج برعاية أممية وبصمت دولي ومن بعدها تم تهجير اليمنيين إلى ما لا نهاية يعني هناك ملايين النازحين هناك ملايين المهاجرين إذن أستاذ التهمة التي صنعتها الميليشية الحوثية في حربها ضد أبناء الدماج ماذا كانت؟ كانت أولا التهمة الإرهابية يعني أن هناك عناصر أجنبية وهناك إرهاب ويعني المصطلح الذي كان يتواكب مع الإعلام سواء كان الإعلام الغربي أو الإعلام الدولي يعني قاعدة ومقاتلين أجانب نعم مثلما الآن يستغل الموضوع فلسطين سنتي عندما تحركوا بعد ذلك وفتحت لهم الخطوط بالطريقة التي تابعناها سويا واقتاحوا بميليشياتهم وقطعانهم العاصمة صنعها بدأت مسألة التفجيرات كان الجو العالمي آنذاك يتحدث عن داعش ومحاربة داعش فكيف صنعت الميليشيات تهمها وكيف تعاملت مع المجتمع استخدمت بعد مصطلح الإرهاب الذي كان سائد قبل جاء المصطلح الآخر والمصطلح هذه بدأ في بلاد الشام وكان مواكب أصلا للمرحلة نفسها نعم مصطلح داعش داعش فكان من يعارضهم أو من لم ينتمي أصلا إلى ويدخل في صفوفهم ينصقون به التهمة الداعشية وأنه داعشي أيضا ليبرروا قتله ويبرروا ملاحقته ومصادرة أمواله وحصلت اعتقالات وحصلت أيضا اقتطابات كثيرة بهذه التهمة نعم وللأسف يعني لا يزال حتى هذه اللحظة هناك يعني أسماء كثيرة يعني مخفيين قسرنا حتى هذه اللحظة لا يعرف مصيرهم يعني مصيرهم مجهول تلقت أسر الضحايا يعني كثير من الوعود ولكنها تضعت أنها تجارة مثل ما وعدوا عائلة القاضي نجيب الشجاع في تعز قبل أن يكتشفوا أنه تحت الركام في منزل وظلوا لسنوات وظلوا لسنوات يبتزونهم ماليا ونفسيا واجتماعيا يعني وعود بالكشف عن مصيره مثل ما يتم أيضا الابتزاز أسرة القائد السياسي محمد قحطان لا تزال حتى هذه اللحظة مصيرهم مجهول هناك الكثير يعني من من يعتبر إلى الآن مصيرهم مجهول أيضا المقبر الجمعية التي اكتشفت في محافظة عمران وفيها أكثر من 16 شخص يعني مربطين يعني ذيل على أنها دفنتهم أيضا أحياء إذن هناك الكثير من من زج بهم بالسجود أو الاعتقاد أو قتلوا بالتهمات الداشرة نعم أيضا هناك من أبناء حجور ما يزال هناك أكثر من 300 شخص مفقود من جميع الأحزاب وأيضا من أبناء القوات المسلحة أيضا من المواطنين من الإعلاميين ممن وقفوا أصلا ضد الميليشيات الحوثية ودافعوا عن حجور فهناك أصلا تهم وتبريرات لقتل هؤلاء قتلوا أيضا من الأسرة الذين تم أسرهم وإظهارهم في قناة المسيرة ثم تم تسليمهم إلى أسرهم في حال يرثى لها كما حصل معه أعتقد القائد حسين العصيمي تم تسليمه وهو جثة محروق وهو مكبل أيضا فمثل هذه التهم يعني تهم الخيانة التخوين الداعشية الداعشية وأخذت فترة ربما وأرهبوا الناس وأرهبوا المجتمع وارتكبوا المجازر والفضائع والاختطافات والاعتقالات ونهب الممتلكات تحت هذا المسمى هذا داعشي وصنفوا المجتمع على هذا الأساس ويتم تغذية المجتمع بهذا المصطلح بحيث أنه يتم استخدامه لإسكات أي صوت لإرهاب المجتمع يعني لدرجة أنه كان يستخدم كمصطلح للترهيب حتى في المستوى الاجتماعي على مستوى القرى على مستوى المقائل والجلسات نعم كانت هناك المصطلحات أصنت كل من يعارضهم قالوا أنت داعشي اسكت يا داعشي وهكذا أخذت هذه فترة حتى جاء بعد ذلك التحالف وبدأت معركات استعادة الدولة من تحت سيطرة هذه الميليشية وبدأت نغمة الجديدة والمصطلح الجديد والتهامة الجديدة التي تتناسب مع المرحلة وبدأوا بنفس الطريقة يرهبون المجتمع ويطلقونها ضد الخصوم ماذا عن هذه المرحلة؟ ربما أنت واحدة من من تضرر من هذه المرحلة هذه المرحلة طبعا سموهم بالجواسيس ومن يتعاون مع العدوان نعم يسمونهم من يتعاون مع العدوان التهمة كانت التعاون مع العدوان أي أحد تصدر في حقه أحكام سواء كان الصحفيين الناشطين يعني كثير من من زجت بهم في السجون في تلك المرحلة تسميها التعاون مع العدوان أو العمالة وأيضا الشريحة تهمة الشريحة طبعا هذه تهمة الشريحة هذه واحدة من المسخرة التي لم يسبق لها مثيل لا يوجد شرائح لكن أدخلوها ربما في عقول أتباعهم وبدأوا يحاكمون الناس ويرهبوهم على هذا الأساس نحن في عصر المعلومة والتكنولوجيا نستطيع أن ندخل الآن إلى أقرداري من من الانترنت من البرنامج نعم من البرامج نفسها يعني ونشاهدهم مباشر يعني لا يحتاج أصلا لزر شريحة كيف خدعوا أصحابهم بهذه التخم وجعلوهم أيضا مشحونين تجاه المجتمع ويعني أصبحوا يتعابلون مع الناس بهذه الروحة العدائية كما قلت لكم يبدأون في البداية ببث أو بالمعنى الأصح بتغذية عقول هؤلاء بتقديس هذه الجماعة أولا بعد أن يتم تقديس هذه الجماعة إصبح كل كلام منها مقدس كل كلام منها مصدق ثم تأتي مرحلة أخرى في تفسير القرآن الكريم والأحاديث على أساس أنها كل آية نزلت في اليهود والنصارى في الكفر والنفاق كلها يتم تفسيرها على هذا الأساس تقصدين أشداء على الكفار رحماء بينهم وضفوها ضد اليمنية نعم أنتم رأيتم كيف كانت تتم توظيف حتى العبارات يعني أن علي بن أبي طالب كان يقول أنه من سكت على الشعار عجبت لمن لا يمتلك قوت يومه فلم يخرج شاهرا سيفا وضفوها هذه في بداية الحدث عندما كانوا للك ما يسمونه بالجرعة والخروج ضد الجرعة واحتلال صنعاء يعني ثم جاء هذا التوظيف يعني ليلغى تماما بعد أن أصبح الناس يأكلون من القمامة وعندما بدأ الناس يطالبون بقوت يومهم أصبح أي اعتراض وأن هذا أصلا كما طبع العدوان نعم وأصبحت أصلا تعود الممارسة التي مارسها الأئمة أنه من مات فهو عتيق من مات فهو شهيد ومن عاش فهو عتيق يعني من اليمنين فم تعود العبارة إشهار سيفا والخروج يعني والتعجب أصار في عهدهم من مات فهو شهيد نعم من شدة الجوع من الجوع إذن أخذت هذه المرحلة وهذه التهمة سنواء طبعا واكتوى بها ليمانيون بشكل كبير وكل من كتب منشور أو تكلم أو انتقد حتى الذين طالبوا بمرتباتهم من المعلمين نعم مش وقت أنت تبع العدوان أنت من أصحاب العدوان هذا من العدوان كيف استحلوا أموال الناس ممتلكاتهم بيوتهم تحت هذه التهمة هذه التهمة طبعا كان هناك نعرف من خلال الاتحادات سواء كان اتحاد الأطباء أو اتحاد المعلمين أو اتحاد أيضا الأكاديميين في الجامعات أي مطالبات كانت تقابل بالتهمة يعني المطالبة بالحقوق يقابلها التهمة بأن هذا يتعاون مع العدوان أن الهدف أصلا هو زعزعة الجبهة الداخلية للحوثيين أن الهدف هو مساعدة الخارج يعني تسع سنوات بدون رواتب الناس لا تريدهم أن يتحدثوا ومن يتحدث فهو مع العدوان كما تسميه يعني هذه المصطلحات طبعا استمرت لفترة طويلة لتبرر أيضا سواء كان اعتقال الناس والاستمرار في تصفية الخصوم خصوصا عندما يكونوا خصوم سياسيين وعندما تشعر أيضا أن هناك خطورة من أي شخصية مؤثرة اجتماعية أو مهنية فسيكون هناك طبعا استهداف لها بلا شك يعني لإسكات أيضا الناس وتهمة العدوان أيضا استخدموها كمبرر لفشلهم كلما طالبهم الشعب سواء بخدمات أو ضاق بهم ذرعا أو طالبهم بمرتبات يعني تعللوا بالعدوان نعم كانت هناك أيضا المرحلة التي تلتها وهي مرحلة تقريبا هادئة مرحلة الهدنة نعم بدأت أولا تلصق بالنساء تهم كيدية سواء كانت تهم غير أخلاقية أو تهم بزعزعات النسيج الاجتماعي بالمناسبة ربما هذه بدأت بعد قتلهم لعلي عبدالله صالح وخروج النساء بذلك الشكل الذي أفزعهم إلى ميدان السبعين في صرحة ليس كذلك ربما كانت المرأة تشكل رقم قياسي صعب فاجأ الحوثيين لم تكن أصلا في حساباتهم ربما الحوثيين عملوا حسابات لكثير من خصومهم سواء كان السياسيين أو العسكرين وما إلى ذلك وكان هناك استهزاء بشكل كبير جدا ومراهنة على جهلة المرأة اليمنية وأنها لن تقاوم ولكن أثبتت المرأة اليمنية أنها ستقاوم رغم وجود كثير من الضغوط تحملت المرأة اليمنية يكفيها أنها تحملت في مثل هذه المعركة بالذات كل التهم الكيدية وكل الشتائم ومحاولة أيضا كسرها اجتماعيا كسرها أخلاقيا طب لماذا لم يتهم المرأة بأنها تبع العدوان؟ لماذا لم يضعوا هذه التهمة المعلبة على النساء؟ وإنما اتجهوا نحو الاتهام في العرض طبعا هناك أولا مبرر أصل لهذه التهمة أولا نحن نعرف أنه تم اعتقال كثير من النساء عندما خرجوا في المظاهرات اعتقال كثير من النساء في أماكن كثيرة فلذلك كانت التهم الأنسب هي تهم الأخلاق والأعراض وأيضا ابتزاز الأحالي كون المرأة نسبتها إلى العدوان ضعيف وكان هناك نوع من الاتجار بالبشر يعني ابتزازهم ماليا فأصبح هذا كأنه مورد واحد من الموارد المالية التي سيقوم بها الأهالي بافتداء نساءهم من داخل هذه السجون كانت هناك تهمة غريبة وجهت للأستاذة هدى عبيد هي كانت أصلا تعمل معي في مؤسسة تمكين المرأة اليمنية من العام 2010 بعدها كانت تقوم بتوزيع بعض المساعدات الإنسانية ليس من مؤسسة تمكين المرأة اليمنية يعني عملت مع منظمة أخرى فتم اتهامها بنشر الديانة المسيحية يعني كانت التهمة نشر الديانة المسيحية هي مسلمة نعم هي أصلا عندما حدثتني في البداية عندما حدثتني أنه جاء اتهامه وكان الاتهام في البداية على أنه لماذا لم تنسقي مع مكتب أنصار الله لتوزيع هذه المساعدات الإنسانية فبقيت في السجن الإنفرادي ثلاثة شهور وبعدها استمرت سنة في المعتقل الذي به كثير من النساء وروت كثير من التفاصيل وكان هناك أيضا مذكرات لهدى عبيد أصدرتها موسى التمكين المرأة اليمنية وهي كانت أول مدونة للنساء من السجون محمية زعفرانت أيضا نلاحظ كيف أن الهدنة عندما أعلنت أصبحت شماعة العدوان وهذا المصطلح وهذه التهمة ممجوجة ومحل سخرية لدى عموم الشعب اليمني وكيف حاولت هذه الميليشية تحديث وتطوير تهمها المعلبة والمصنعة لتطلقها على خصومها بما يتناسب مع المرحلة الجديدة لكن تنذهب مشاهدنا الكرام رفاص القصير نعود ونكمل حوارنا مع ضيفتنا هنا في الستوديو المحامية زعفران زايد مستشارة وزارة حقوق الإنسان ورئيس مؤسسة تمكين المرأة اليمنية مرحبا بكم مشاهدنا الكرام عدنا إليكم في هذه الحلقة لنكمل حلقتنا وحوارنا عن الداعشية والجاسوسية وغيرها من التهم الحوثية الجاهزة ضد الخطوم مع ضيفتنا هنا في الستوديو المحامية زعفران زايد مستشارة وزارة حقوق الإنسان ورئيس مؤسسة تمكين المرأة اليمنية أجدد الترحب بك محامية زعفران كما أرحب أيضا بالإعلام والباحث السياسي والمحلل السياسي الأستاذ عبدالله إسماعيل أستاذ عبدالله أهلا وسهلا بك وتحية طيبة سنعاود الاتصال بالأستاذ عبدالله إسماعيل ليشاركنا هذا الحوار فيما يتعلق قبل الفاصل كنا أشرنا إلى مرحلة الهدنة كيف أصبحت يعني تهمة أنصار العدوان وأتباع العدوان مستهلكة وممجوجة وتثير سخرية ورفض المجتمع اليمني بعد أن أصبح أكثر وعيا من ذي قبل وأخص هنا شريحة ربما معينة بينما أغلبية الشعب اليمني يعرف منذ البداية كذب هذه الجماعة كيف كانت مرحلة الهدنة وكيف ربما استغلت الميليشيات الأوضاع والأحداث الجديدة لتحديث معلوماتها أو تهمها الجاجدة ضد اليمنيين طبعا أولا مرحلة الهدنة من بدايتها كانت بالنسبة للعوثيين كارثة حقيقية لأنها شكلت وعي كبير لليمنيين تكشفت كثير من الأوراق يعني كان الجوع يعني تبرر الجوع بالعدوان تبرر انقطاع الرواتب بالعدوان الهدنة أيضا كانت من بنودها أن يقوم الحوثي بدفع الرواتب لليمنيين يعني من إرادات ميناء الحديدة كانت هناك كثير من الأوراق التي تكشفت أصلا لليمنيين وأنه لا يوجد أصلا أجانب وأنهم يقتلون أصحاب مأرب وأصحاب تعز وأصحاب الحديدة وأصحاب يعني يقتلون أبناء جلدتهم لم يعد هناك كان هناك كثير من الانسحابات يعني من الجبهات لدرجة أن هناك من تم تصفيتهم بعد عودتهم وهناك من كان يتم تهديدهم ابتزازهم أيضا لا ننسى أيضا أن الحوثيين حتى هذه اللحظة لا يزار يبتز أسر من يقاتلوا معهم يعني تم توظيفهم في خلاياة ألكترونية من أجل الرد ومتابعة تغريدات الجماعة الحوثية التي ترى نفسها مقدسة ويعني سنادهم يعني تم عمل هذه الحسابة وهذه معلومة أكيدة أيضا تم الزج بكثير من الشباب الذين عادوا أصلا من الجبهات لم يعودوا مقتنعين تم تعذيبهم على أساس أنهم مرضى نفسيين تم أيضا الزج ببعضهم في السجون تمت مداهمة منازل البعض العائدين طبعا من الجبهات من أتباعهم يوما من الأيام نعم بدأ أيضا الصوت يرتفع المطالب بتوفير الخدمات الكاملة سواء كان الخدمات الصحية خدمات التعليم خدمات توفير الغذاء في الأسواق ضبط الأسعار الغاء بعض الضرائب والجمارك والمجهود الحربي يعني كل هذه الجبايات يعني كانت هناك مواجهة كبيرة جدا مع الشعب كانت هناك أيضا المناسبات الوطنية التي خرج فيها الشعب أيضا ليعبر عن انتظاره لعودة الدولة وانتظاره لهذه اللحظة التي سينتظر وشهدنا كيف استدموا مع الشعب في 26 ستنبر والخروج الكبير في اليوم الواحد اعتقلوا ما يقارب 1300 شخص من مختلف المحافظات يعني في السجون والمعتقلات والذين أيضا تم لم يستطعوا أن يصفوهم لا بأنهم دواعش ولا بأنهم مع العدوان ولا بأنهم مرتزقة يعني شعب يطالب بمستقرات حقاته وبحقوقه وبالقدمات أصبحت المعركة داخلية بالدرجة الأولى بالضبط مئة بالمئة في الداخل طيب يعني أصبحهم هم الآن في لأنها أصلا لم تعد تلك التهمة يعني مجزية أمام الشعب أصبح فاهم نعم يعني كل شيء نعم لم يعد هناك ما تسمونه عدوان هناك هدنة هناك إتفاق أصبحت أنتم تتحاورون مع المملكة نعم وتزورون أيضا هناك زيارات يعني عن أي عدوان تتحدثون نعم فهذه أصلا كانت واحدة من الأشياء التي أنصدم بها الحوثيين فجاءت من بعدها أحداث خدمتهم بشكل كبير جدا زاتي ليها اسمحي لي هنا وشرك معي في هذا الحوار الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ عبدالله اسماعي أستاذ عبدالله أسعد الله أوقاتك بكل خير وأهلا وسهلا أهلا ومرحبا بك تحية طيبة أستاذ عبدالله نحن هنا مع ضيفتنا في الستوديو المحامية زعفران زايد نتحدث عن الداعشية والجاسوسية وغيرها من التهم الحوثية الجاكزة التي تلصقها ضد الخصوم ونحن نعلم أن كثير من هذه التهم وهذه الأساليب تتبعها الميليشيات الحوثية بناء أيضا على خبرات إيرانية موجودة وتقوم بتوجيه هذه الجماعة لكن حتى هذا الأمر الميليشية الحوثية وأسلافهم لديهم سقل طويل من التهم المعلبة والجاهزية والجاهزة التي يطلقونها ضد الخصوم أو ضد عموم أبناء الشعب اليمني الذين يشعرون بأنهم يعارضونهم في مسألة معينة حول هذا الموضوع والتهم المعلبة ما الذي يمكن قوله من قبلكم سيد عبدالله بالتأكيد هذا الموضوع مهم جدا وعلى أهمية كبرى في مسألة مواجهة الفكرة الهادوية الرسي الغازي الذي اليوم وهو ليس من اليوم هو يعني يتحد مع المشروع الفارسي منذ وقت مبكر لنقول أن مسألة الإشاعة وتشويها القصوم هو جزء من معركة يعني من معركة الفكرة السلالي الهادوي العنصري واليوم الحوثي جزء من المعركة وليس يعني ليس منبثا عن هذا الفكر ليس بعيدا عن هذه الممارسات وهو يعني يعني ويتقوم به جماعة الحوثي بشكل يعني منهج وواضح في إطار معركتها ضد اليمنيين بلا استثناء هذه الأداة أو هذه الوسيلة أو هذا السلاح سلاح تشويها القصوم يعني كانت واحدة من أبرز من أبرز ما يميز هذا الفكر السلالي منذ وصول الغاز الرسي إلى الصعدة عندما واجهه اليمنيون وكان يهزم في كثير من المعارك التي واجه بها القبائل اليمنية على يعني فيتوجه إلى استخدام هذه الإشاعات إلى استخدام تشويها القصوم ورمي التهم لمحاولة اختراق القبيلة اليمنية اختراق المقاومة التي كانت تحصل في بداية محاولة سيطرته على المناطق اليمنية وبالتالي لا يجب أن نفصل هذا الأمر عن الفكر الحوثي المشروع الإمامي الذي لا يأبه أبدا لأعراض اليمنيين لا يأبه أبدا لمسائل تتعلق حتى بالجذب الشعبي يعني أنا أقصد أن جماعة الحوثي اليوم هي تدعي أنها اليوم أصبحت هي المسيطر وهي الحاكم وهي المتحكم في مصائر الناس لكنها كما هي كما هو فكر ومشروع ممتد كما قلت وتفضل هو لا يستطيع أن يتحول إلى أكثر من عصابة إلى أكثر من فصيل عنصري إلى أكثر من فكر إقصائي وبالتالي هو لا يهتم بالآخرين هو لا يهتم بأن يتحول إلى مشروع دولة ولا يستطيع ذلك لا يستطيع أن يتحول إلى مشروع دولة ولهذا يعني في بعض الأحيان قد يستغرب الناس إذا كانت جماعة الحوثي في مثل هذه الظروف التي وصلت إلى قناعة وأن أعرف هذا الأمر من كراءات كثيرة هي وصلت إلى قناعة أنها لم تستطع خلال عشر سنوات أن تؤسس لنفسها قبولا شعبيا حاضنة اجتماعية فكيف يمكن أن تمارس مثل هذا الأمر وأن تتعمد أن تكون بهذا الغباء وليست السذاجة ولكن بهذا القرب إذا صح التعبير بأن اليوم الجحل الذي تمثله جماعة الحوثي ومشروع الإمامة يعني يحاكم العلم يعني ما رأيناه من فيديوهات وهم يحاكمون ويتهمون رجال العلم والتعليم بهذه السطحية وهذا الغباء أنا أعتقد أنه لأن هذا الأمر متأصل في هذا الفكر لأن هذا الأمر هو السلاح من أسلحتهم أو مما يتصورون أنهم يمكن به أن يسيطروا عن المجتمع أو المجموعة اليمني نعم سيد عبدالله كيف صارت تهمة الجاسوسية اليوم أحدث هذه التهم التي ينسقونها على الخصوم وعلى الناشطين أيضا وعلى من يريدون يعني هناك ملمح مهم أنا أرجو أن أتحدث عنه بسريعا يعني جميع التهم التي اليوم تمارسها جماعة الحوثي على اليمنيين هي التهم كما هي يعني بعبوم الجرائم يعني أنت إذا ذهبت إلى التاريخ ستدرك أن كل جريمة تمارسها جماعة الحوثي هي جرائم مورسة في اللحظات التي استطاع في هذا الفكر أن يسطع على الحكم وهذه الاتهامات يعني من منافقين ومن مرجفين والتكفير الذي وصل أيضا إلى التكفير هي نفسها يعني اليوم يستخدم جماعة الحوثي يستخدم الألفاظ نفسها التي رمى بها الإماميون من كانوا ضدهم من اليمنيين واليوم مسألة الجاسوسية أنا أتذكر أيضا أنه كان يتهم بعض اليمنيين وتأخذ أموالهم وتصادر وتفجر منازلهم أو تهدم منازلهم في هذا التاريخ بتهم التعاون مع أعداء الإمام وهذا أيضا واحد من الأمور المتكررة لكن اليوم يريدون أن يصبغوا هذه الاتهامات بسبغات جديدة ومستخدمة حاليا لكنها أنا في تصور أنها فقط تظهر أكثر عبثية هذه الجماعة هي تثير أيضا تصور معي هؤلاء جميعا الذين ظهروا وهم متهمون بالتجسس هؤلاء عاشوا معهم الناس جميعا أحدهم كان مدرسا في أربع كليات أو عميدا لأربع كليات الناس يعرفونهم ويدركون منهم في المجتمع ويدركون أنهم يعني أبعد ما يكون عن مثل هذه التهمة لكن الجماعة هي ماضية في ضرب كل ما ترى أنه ربما يكون مهددا لفكرها مهددا لوجودها هي لا تفكر في مسألة الردود الأفعال التي يمكن أن تكون آنية لكنها تريد أن تمنهج لآلية من القهر من التسلط أنا أرجو أن نفهم هذا الأمر جماعة الحوتي لا يبقيها اليوم إلا أمرين الأمر الأول هو ما ترعاهم فيه الدول الأخرى التي تمنع اليمنيين من أن يتسكملوا معركة التحريق والأمر الآخر هو القوة القهرية الغاشمة التي تمارسها جماعة الحوتي وواحدة من هذه القوة الغاشمة هي الاتهام المباشر بالتجسس بالطابر الخامس بخدمة الأعداء بالتعاون مع العدوان وكما ذكرت الأستاذة فالموضوع لم يعد مقبولا على الإطلاق ولهذا ستجدد مثل هذه الاتهامات ستعمل على أن تكون هناك اتهامات جاهزة ثم الأمر الآخر أنها تستخدم مثل هذا الأمر للضغط على المنظمات الدولية يجب أن نفهم أيضا ذلك يعني في لحظة عندما كان هناك موقف وإن كان هزيلا من المنظمات الدولية تابعة للأمم المتحدة في محاولة محاسبة الحوتيين أو على الأقل تقليد الدعم الواصل للجماعة الحوتي التي كانت تستحود عليه فهي قامت بحركة تستطيع فيها أن تضغط على المنظمات الدولية ويبدو أنها تلعب في مساحات في هذا الإطار في مساحات ربما لن تتحرك فيها المنظمات الدولية بشكل ضاغط كل ما سمعناه هو قلق ودعوات لا أكثر ولا أفهم المساحات المسمحة وبالتالي هذا نعم الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ عبدالله إسماعيل أشكرك جزيل الشكر على كل ما شاركتنا وقفتنا في حلقة اليوم واستكمل الموضوع مع المحامية زعفران زايد فيما تبقى من دقائق في هذه الحلقة إذن المسمى الأحدث الآن في عالم التصنيع الحوثي للتهم والتعليب لها ضد اليمنيين هو تهمة الجاسوسية لصالح إسرائيل وأمريكا نعم لذلك يتضفون مسترحة ما مناسبته كيف ظهر؟ طبعا ظهر بسبب أحداث غزة أي صحيح ليبرر أولا ليظهر كبطل وأنه على حرب حقيقية نعم وأنه أصلا يساند أبناء غزة مع أنه أصلا لم يساند بشيء بالعكس يعني هم لفتوا أنظار العالم والإعلام إلى البحر الأحمر ونسوا غزة بعد أن كان الإعلام كلهم مصلت ناحية غزة وما يحدث في غزة والاهتمام ناحية غزة بالعكس كانوا للك الاهتمام ناحية البحر الأحمر يعني هو صرف أنظار العالم عن غزة ولم ينصر غزة فكانت التهمة أصلا يسمى المتهم التهمة الجاسوسية وكذا يسموا أيضا البعض من من يعارضهم بالصهيوني صهيوني نعم المتصهينين الصهاينة العرب الصهاينة كلمة العرب وعقدة العرب يعني هذه غير عادية كل أذرع إيران أول شيء وأول شعار يرفعه ويخدر به أدمغة الأطفال والمراهقين كراهيتهم للعرب يعني كراهيتهم لعرقهم في صالح أصلا محبتهم للعرق الفارسي الذي أصلا في الأساس عداءه الكبير أصلا للعرب بالنسبة لآلية المحاكمات طبعا الحوثيين نعرف أنهم مجرد أدوات وذراع إيراني يمارس ما تمارسه إيران سواء كان استخدام هذه المحاكم الكيدية استخدام المحاكم في قتل الخصوم أو إسطر الأحكام من خلالها كما عملت إيران وتعمل يعني على طبعا حتى نلحق إذا ما تبقى من الوقت هو الآن إذا أرد أن يتكلم يقول لدي اعترافات وأنا أبث الآن اعترافات وناس تم اعتقالهم وهم يدلون بأنهم جواسيس وأتباع لإسرائيل ولأمريكا هؤلاء للعلم يعني كي يعرف الجميع هؤلاء تم اعتقالهم في العام 2018 وفي العام 2019 وهناك معتقلين من 2022 هؤلاء يعني وتم إخفاءهم إخفاءا قسريا وتم تسجيل هذه التسجيلات المخزية المؤلمة أيضا لأي مستمع يعني لديه إحساس بشري فطري عادي يعني هي تسجيلات أصلا مؤلمة تعرف تماما يعني وتقرأ من عيونهم ومن أصواتهم أنهم قد تعرضوا للتعذيب على مدى سنوات ما يقال بثلاث سنوات تحت التعذيب لا ننسى أيضا أن العجمي أيضا كان من زملائهم توفي بعد ثمانية أشهر من اعتقاله وتم تسليمه إلى أهلي جثة هامدة أيضا هشام الحكيمي تم اعتقاله أيضا وتوفي تحت التعذيب وغيره وغيره طبعا نحن نتحدث عن البارزين من منهم من منظمات أو سفارات لا نتحدث عن المواطن العادين هناك أكثر من تقريبا ما يقارب ثلاثمائة وسبعين شخصية أو بالمعنى صح مواطن يمني تم تسليمه جثة هامدة لأسرة بعد التعذيب يعني من الطبيعي أن يكون هناك تهم جاهزة بالعكس يعني تم تلقينهم وإلباسهم والملابس يعني كأن ملابس الإعدام يظهر دكتور يقول هو جاسوس لإسرائيل أكيد هذا تعالي نعم أنا كنت أعمل بالنحل أنا كنت أخلي النحل تسوي كذا أنا كنت أغالطكم شيء طبيعي يعني تحت التعذيب ثلاث سنوات لا يوجد محامي لا يوجد تواصل حتى مع أسرته وهنا أيضا أريد أن أشير إلى أن أسر هؤلاء الضحايا منظروا في هذه الفيديوهات يعانوا الآن معاناة كبيرة جدا على المستوى الاجتماعي لأن حتى أطفالهم وأبنائهم في المحيط الموجودين فيه يسموا بأبناء الجواسيس يعني وهناك أصلا محاولة من البعض محاولة الخروج من هذه المناطق بسبب التنمر الشديد وتعرضهم لهذا الخطأ طيب كلمة أخيرة وقد داهمنا الوقت ما الذي يتوجهونه للشعب اليمنين في ما يتعلق بالتهم هذه المعلبة التي تطلقها الميليشيات الحوثية في جملة قصيرة أولا نحن أصلا بالنسبة لنا الميليشيات الحوثية هي عبارة عن جماعة إرهابية لا يضرنا أصلا أي شيء أو أي تهمة من التهم بالعكس من ألصقت به الميليشيات الحوثية أي تهمة يجب أن يفتخر وأن يعتبر هذه التهمة وسام شرف لأنها جاءت من ناقص نعم ولأنها جاءت من عدو الجمهورية فيجب أن يكون هناك وسام جمهوري لكل من أصيقت فيه أي تهمة وإذا أتتك مذمتي من ناقص نصف هي شهادة لي بأني كامل المحامية زعفران زايد مستشارة وزارة حقوق الإنسان ورئيس مؤسسة تمكين المرأة اليمنية كنت معنا شكرا جزيلا لك شكرا للأساذ الإعلامي عبدالله اسمعين الذي شاركنا هذا الحوار التحية أيضا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة نلقاكم في حلقاتنا القادمة دمتم في أمان الله وإلى اللقاء